رغم تأجيله، لا يزال الموعد الأبرز بشأن الأزمة الليبية هو مؤتمر برلين، وما تزال الجهود الدولية قائمة، والأطراف المحلية الفاعلة وغير الفاعلة ماضية في تقديم مقترحات ومبادرات تمهيداً لهذا المؤتمر. ومع استمرار شحي المعلومات عن أجندات المؤتمر، إلا أن الحراك الأخير الذي بدأ من زيارة وزير الخارجية الألماني لمدينة زوارا الأحدى الماضي، كشف عن بعض التفاصيل خصوصاً فيما يتعلق بالدول المدعوة، حيث أوضح وزير الخارجية الألماني أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن تأتي ليكون هناك التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه، وعن الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر كمصر والإمارات. كان التعليل بأنها دعيت للإطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، مشيراً إلى أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر. محلياً تقابل المبادرات الدولية، ثوابت أساسية أشارت لها حكومة الوفاق في بيان سابق نهاية سبتمبر الماضي، ومنها عدم التحور مع مجرم الحرب حفتر ورجوع قوات الكرامة إلى ما قبل أربعة أربعة. ومع اقتراب موعد المؤتمر، يرى مراقبون أن هناك تغيراً مخلقاً في خطاب حكومة الوفاق، فيما يخص انسحاب قوات الكرامة، حيث اكتفى وزير خارجيتها بضرورة خروج القوات المعتدية إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة فقط. وفيما يتعلق بمشاركة الأطراف، أكد سيالا مستدعياً ثوابت الرئاسي ضرورة مشاركة دول الجوار كي تكون مخرجاتها قابلة للتنفيذ، كمحاولة للرفض أن تقتصر المشاركة في برلين على دول داعمة لمجرم الحرب حفتر تحت حجة أنها متورطة بتوريد السلاح. الأمر الذي يكرر سيناريو مؤتمرات دولية سابقة فشلت في إيجاد حلول قابلة للتطبيق، تضاف إلى قائمة الحراك السياسي الذي يسبق مؤتمر برلين مبادرة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والتي تقترح إنهاء المرحلة الانتقالية بالتشاور مع البرلمان في مدة شهرين، وتعديل المجلس الرئاسي، كما تؤكد على ضرورة إقساء مجرم الحرب ومعاقبته بدل مكافأته على حسب تعبيره. إذن هل سينجح مؤتمر برلين في تحقيق التسوية التي يطمح لها الليبيون؟ وهل ستراعي التوافقات التي تسعى الحكومة الألمانية الوصول إليها الأحداث ما بعد 4-4؟